تشكيل فريق العمل لمتابعة السلع الغذائية الاستهلاكية الرئيسية لأن هذا يعطي استمرارية ومسؤولية واضحة على هذا الفريق وفعلا تم عدد مشروع قرار بإنشاء تشكيل فريق العمل بهذه الخصوص ويسمى فريق عمل لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية برئاستي وعضوية الثمانجهات اللي ذكرها سعادة النائب من ضمنها وزارة صناعة التجارة والمالية والصحة والشؤون البلدية والزراعة ومكتب رئيس مجلس الوزراء وغرفة تجارة صناعة البحرين إلى آخره فهذه الفريق بيشتغل على متابعة السلع الغذائية الأساسية الرئيسية وبيختص بالمهام الآتية تحديد قائمة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية فهذه اللي ذكرتها سعادة النائب بتكون من ضمن مهام هذا الفريق ثانيا متابعة الرصد الحركة في الأسواق للسلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية ثالثا توحيد الجهود والشراك القطاع الخاص لتوافر السلع الغذائية الاستهلاكية الرئيسية وعدم نقصها مع ضمان توفر خطط لحالات الطوارئ رابعا رفع الوعي لتعزيز ممارسة سلوك الاستهلاكية الذكي والمستدام خامسا تكامل أنظمة بيانات السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية بين القطاع الحكومي والخاص وسادسا وأخيرا متابعة تنمية وتطوير إنتاج السلع الغذائية الاستهلاكية الرئيسية الوطنية وطبعا أسعار السلع تتابع بشكل يومي من وزارتنا فبغيت أكد مرة ثانية لسعادة النائب ولمجلسكم الوقر أن مشروع القرار حاليا في المراحل النهائية اشتركوا في القناة